عندنا دلوقتي كمان يعني طبعا احنا بنتابع دايما بعثت فريق النادي الاهلي معانا فاروق صلاح طبعا وبيبنقلنا دايما بيقوم بمجهود اكتر من رائع بنقلنا الصورة كاملة عن بعثتنا وعن فرقتنا في النادي الاهلي نروح مع فاروق فاروق معانا كل التحية ليك كابتن هاني كل التحية ليك يا سيهم مقلنا بك يا فاروق عايزين نتعرف على يمكن خلاص العد التنازلي لمباراة بكرا ان شاء الله الساعة 4 بدأ عايزين نعرف اخبار فرقتنا ايه التمرين ماشي ازاي الشكل العام باذن الله ولو كان عندك كمان اخبار عن احنا الاول بنقول لجمهير النادي الاهلي ان المسحة كل مسحة فرقتنا الحمد لله كانت سلبية الحمد لله ربنا كريم ما فيش اي اصابات لكن عرفنا عن كواليس واستعداداتنا الاخيرة لمباراة بكرا ان شاء الله بالفعل يا كابتن هاني يعني طبعا كل التحية لي كل الوليسهام وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يعني بالفعل الحمد لله نتيجة المسحة الخاصة ببعثة فريق النادي الاهلي الحمد لله كلها سلبية على الرغم من تأخر يعني اعلان المسحة يعني النهاردة كنا موجودين في الاجتماع الفني الخاص باللقاء ووجود الكابتن سيد عبد الحفيز ووجود الكابتن واقل محمد وعمر محب اداري فريق النادي الاهلي ووجود الجهاز ايضا من جانب فريق سنديب محمد بشار المدير الفني سمعينك سمعينك طيب يمكن فقدنا طبعا الاتصال مع فاروق لكن ان شاء الله هنحاول خلال الحلقة انه فاروق يعني يدخل معنا ان شاء الله كذا مرة علشان نعرف منه كمان تفاصيل اخر يوم في التدريب بالنسبة لفريق النادي الاهلي وكمان ان شاء الله استعداداتهم لبكرة مباراة مهمة جدا اول سطر في بداية مشوار جديد مش صعب انه يحققوا النادي الاهلي طبعا بتاريخه بانجازاته بلقبه التاسع في دوري الابطال ان شاء الله تتحقق العشرة العشرة يا اهلي بإذن الله وخبر اسعدنا ان الحمد لله كل المسحة سلبية عشان كده عايزة كمان اقشيد بيه نور محمد نور محمد مسؤول المهمات اللي بيقوم بنفسه بتعقيم الغرف غرف الفرقة بيمر على قوضة قوضة بيعقم طبعا المعسكر كله فطبعا لازم نواجه له تحية خاصة واللعيبة والالتزام اللعيبة وكابتن سيد طبعا عشان احنا منتكلم على ظروف خاصة فاروق رجع معناتين ايوة يا فاروق كل التحية لك يا كابتن هاني كل التحية لك يا سيام وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان كمل يا فاروق كنت بتكمل كلامك وإحنا كنا سامعينك كويس بالفعل يعني لو هنتكلم على كواليس اليوم طبعا احنا نتكلم على المسحة التفاهية وسلبية المسحة الحمدو الله لكل لعيب الناد الاهلي وكل أفراد التي تitated فارق الناد الاهلي كواليس اليوم كان النهاردة تناول لعيب الناد الاهلي واجبة الإفطار في تمام الساعة إلى ساعة grapes ثم عقب واجبة الإفطار كان الاجتماع الفني الخاص باللقاء كان بيجمع ما بين المنصق العام للمباراة من قبل الاتحاد الافريقي الكاف وأيضا المراقب الطبي وطاقم التحكيم بقيادة دانيا اللاريا واللي بيعونه بولو كودزو وكواسي أتشنبونج وأداري عبداللطيف ووجود الكابتن سيد عبدالحفيز مدير كورا والمكلف برئاسة باسة النادلالي وأيضا دكتور عمرو محب ووائل محمد إداري الفريق النادلالي وكان موجود من جانب فريق سنديب محمد بشار المدير الفني طبعا يا كابتناني إذا ما حدقتها تتركت بالأمس للحديث عن الزي العبيل للنادلالي اللقاء وزي ما تنبأنا وتوقعنا بالأمس طبعا أن النادلالي اللقاء بزيه التقليدي لعدم تضارب الألوان ما بينه ما بينه فريق سنديب النادلالي يبقى زيه بتاعه الأحمر فبيض فاحمر فريق سنديب أزرق فازرق فبيض طبعا بمناسبة الكلام اللي كلمتها سيام على موضوع الإجراءات الاحترازية والتعقيم وهناك تجديد تام من قبل المراقب الطبي الخاص بالاتحاد الافريقي كان بجدد تماما على كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أيضا تعقيم الخاص بغرف خلع ملابس اللعبين داخل استاد سيني كونيتشي اللي صديف أحداث اللقاء وأيضا أن اللعبة اللي هتبقى مجلسة على مقاعد البودلاء كان فيه تجديد أن اللعبة يتم ارتداء الماسك الخاص باللعبين عقب الاجتماع طبعا تناول لعب النادي الآلي واجبة الغداء أنا كالليا اللقاء مع محمد ده بشاري المدير الفني لسوني ديب اللي تكلم واصطفات في كثير من الأمور يعني عن فرحته أنه هو هيواجه النادي الآلي وبيقول هنحكي لولدنا أنه لعبنا النادي الآلي ويقال أن حالة السعادة كانت لديه ولده كل لعبي فريق السوني ديب أنهما هيواجهوا النادي الآلي وقال أنا بتمنى أنه نحقق نتيجة إيجابية أمام النادي الآلي علشان ده هنحكيه لولدنا زي ما تكلمنا طبعا على الشعبية والأمور اللي بيتمتع بيها النادي الآلي هنا في النايجر أيضا بنتكلم على الشعبية لجمهورية مصر العربية كابتن هاني يعني زي ما قلنا في مكان أو عمارة موجودة هنا في النايجر اسمها عمارة الناصر وكان أسسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أوائل الستينات ويعني بيقيم فيها مجموعة من أفراد الجالية المصرية والعربية والشارع الموجود في العمارة يعني حتى الآن بيحمل اسم الرئيس جمال عبد الناصر نروح للتدريب بقى كابتن هاني تدريب فريق النادي الآلي النهاردة طبعا النادي الآلي كان بيتمرن على الملعب أو المركز التقني ملعب المركز التقني الخاص بالاتحاد تحكرة القدم لدولة النايجر يعني نقدر نقول إن ملعب التدريب يا كابتن هاني أفضل كثيرا من الملعب اللي هيقام عليه اللقاء يعني أرضية الملعب أو نجيلة الملعب وعش بالملعب يعني أكثر من رائع بالنسبة للملعب اللي هيلعب عليه النادي الآلي اللقاء حالة الجاهزية اللي احنا بنتكلم عليها وتواصل مستر بيتسو موسيماني أنا عايز أقولك إن فيه اجتماعات مستمرة ومستر بيتسو موسيماني يعني التعليمات للكيفن جونسون والكابتن سامي أمصان تقدر تقول على مدار الوقت فيه اجتماعات مستمرة ما بين مستر كيفن جونسون والكابتن سامي أمصان والكابتن سيد عبد الحفيز من أجل الوقوف على كل كبيرة وصغيرة بيتسو موسيماني بيتابع كل شيء أيضا على الجانب الآخر في تواصل مستمر من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادلالي مع الكابتن سيد عبد الحفيز يعني متابع كل أمور البعثة يعني من خلال الوقت الماضي كان معالي السفير نبيل مكي موجود في مقر بعت فريق النادلالي بيتطمن مع الكابتن سيد عبد الحفيز على كل الأمور وترتيبات اليوم غدا بمشيئة الله يعني تم تحديد وترتيب كافة الأمور الخاصة بفريق النادلالي إن شاء الله لعاب النادلالي هتناول واجبة الافطار في تمام الساعة التاسعة صباحا واجبة الغداء هتكون في تمام الساعة الحديعة عشر والنصف صباحا التحرك لملعب المباراة يكون في تمام الساعة الوحدة والنصف ملعب المباراة كابتن هاني زي ما قلنا سام إن الملعب بيبعد عن مقر إقامة بعتة فريق النادلالي بسبع أو تمن دقائق طبعا فيه محاضرة فنية خلينا نقولك إنه تبقى المحاضرة الفنية قبل التوجه لملعب اللقاء هيكون فيها طبعا تواجد مستر بيتسو موسيماني يعني هيبقى فيه اجتماعه مع اللعبين والجاز الفني عبر تقنية الزوم يوجه ويتم من خلال إعلان التشكيل لكن النقطة اللي كنت بنتكلم عليها بالأمس المركز عشر يا كابتن هاني طبعا غياب مجد أفشا ومسوربا على وليد سلمان كنت لسه أسألك ملامح ملامح التشكيل يمكن غياب أفشا وغياب رمي ربيع وعمر السلية ممكن يكون يعني غيابات مؤسرة لكن كل الثقة في لعبتنا من خلال التدريب ما شفتش أو من خلال المحاضرات ما شفتش ملامح لتشكيلة بكرة أو خاصة مركز عشر ممكن نشتغل عليه زي بالضبط يا كابتن هاني أنا قدر أقولك مش هيبقى في تغيير في تشكيل الندل يعني فوق المبارات الأخيرة طبعا غياب عمر السلية أكيد ده هيبقى موجود حمدي فتحي والوديانج لكن بيت العناصر مش هيبقى فيه اختلاف طبعا في البيت المراكز يعني إلا في حدود يعني بسيطة جدا عايز أقولك أن ساعد سمير أنا شافه بيظهر بصورة أكثر من راعة ساعد سمير يعني متلاهف متشوق جدا للأرض ملعب ساعد سمير أنا شافه في التدريبات يعني منذ قدومنا إلى النيجر بيأدي بصورة أكثر من راعة من الممكن أن ساعد سمير يكون واحد من العناصر اللي تلعب غدا اللقاء كلها أمور طبعا لكن نقطة مركز عشرة في بعض اللي تقدر طولها كابتن هاني بعض الاحتمالات اللي ممكن مستر بيتسو مسماني أو كيفين جونسون كان بيجرب أكرم توفيق بجوار حمدي فتحي وبجوار ديانج وبرضه كان بيجرب محمد شريف في مركز عشرة وأمامه صلاح محسن أحمد ياسر ريان أيضا كان بيجرب طار محمد طار في هذا المركز كلها أمور يعني المركز يعني تقدر طوله هو نقطة موقع نقطة في تشكيل النادي الآلي لكن إن شاء الله يعني ومن الممكن تتلعب اتنين نروس حربة وطريقة اللعبة تتحول لأربعة أربعة اتنين كلها أمور يعني بتشوف خلال التدريب أكتر من فكرة أكتر من طريقة بيحاول مستر كيفين جونسون أنه هو يجرب أكثر من لعب طبعا في هذا المركز لكن أقربهم يمكن أكرم توفيق يبقى في مركز اللعبة الخط الوسط الثالث مع ديانج وحمدي فتحي أو من الممكن يبقى محمد شريف وصلاح محسن في مركز رأس الحرب طبعا كل التوفيق لفرقتنا وكلنا سفق فرقتنا أين كان طريقة اللعب إن شاء الله بكرة كل اللي هيكون متواجد يكون بطل إن شاء الله ويحقق النتيجة الطيبة بنشكرك فاروق شكرا جزيلا وأكيد هنتابع كمان معاك بإذن الله بكرة إن شاء الله قبل المباراة وبعد المباراة لغاية إن شاء الله بعستنا بترجع بألف سلامة بنشكرك شكرا جزيلا